ما قول إمام زماننا حول الصوفية أو حول العرفان بالخصوص؟ هل هناك كلام من الإمام خاص يبين حكم العرفان؟ هل هناك عالم من علماء الشيعة؟ هل الإمام قال له شيء حول العرفان؟ نعم، يوجد في مستدرك سفينة البحار قال الميرزة مهدي الأصفهاني وجدت كلتا الطائفتين أي الفلاسفة والعرفاء كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا هذا استدل بالآية الكريمة أنه العرفاء والفلاسفة ليسوا على شيء فالبعض يحسبهم على شيء ولكن بالواقع من يقترب إليهم ويتعمق فيما قالوه ماذا يجدهم ليسوا على شيء فطويت عنهما أي عن الفلسفة والعرفان كشحا وتوجهت وتوسلت مجدا مكدا إلى مسجد السهلة هذا الميرزة كان يدرس العرفان والفلسفة على كبار عصره فبعد ذلك شك في هذه الأمرين الفلسفة والعرفان فأراد أنه يتوسل بالإمام المهدي لكي يبين له حكميهما فقالت وتوسلت مجدا مكدا إلى مسجد السهلة في غير أوانه باكيا متضرعا متخشعا إلى صاحب العصر والزمان عليه السلام فبان لي الحق وظهر لي أمر الله ببركة مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه ووقع نظري في ورقة يعني الإمام كتب له ورقة مكتوبة بخط جلي خط واضح طلب المعارف من غيرنا أو طلب الهداية من غيرنا هذا الترديد منه قال أشك مني مساوق لإنكارنا طلب المعارف من غيرنا مساوق لإنكارنا من يطلب معارف غير معارف أهل البيت بل بطريق آخر هذا ينكر أهل البيت ومن ينكر أهل البيت أنكر النبي ومن ينكر النبي أنكر الله ومن ينكر الله كافر في قحر جهنم هكذا في ظهر هذه الورقة ماذا موجود مكتوب أقامني الله وأنا الحج بن الحسن عليهم السلام فتبرأت من الفلسفة والعرفان وألقيت ما معي في الشاب يعني كل كتب والفلسفة والعرفان شو ما رهب الشاب